سوابت في الحرب الأخيرة على غزة 2014 بدأت رجلي في الحرب الأخيرة لما انقصفت راح أخوي رجلي يعني أخوي الكبير الصعوب يعني رجليه كله نفت فتن كسر عبر الفريق أنشئ بداية التمرين كان في 33-3-2018 كان أول تمرين إلنا الهدف من إنشاء الفريق وهيكون طبعاً غير الفريق اللي في الوسطى هيكون فيه مجموعة من الفرق في كل محافظة في قطاع غزة هيكون فريق هنختار منهم مجموعة من اللاعبين هيكونوا بمثلوا فلسطين في المحافل الدولية والرياضية هذا الهدف الأساسي اللي بتسعى إلو جمعية فلسطين لكرة القدم البتر في الوقت الحالي أنا كان عندي حلم قديم فأصرفت الفكرة عنه والحين صار فيه حلم جديد أنه أنا أمثل فلسطين أنه أنا أكون الحارس المرمى المميز في الفريق عشان أنا اللي ألعب في المنتخب إن شاء الله في المستقبل بحلم إن شاء الله بنشكل فريق كبير كل جمهور يتفرج وشوب الفريق الجرعى يعني أحسن من العديين وإن شاء الله بنسي فريق أحسن وأحسن الفترة الحالية إحنا لسه في طول الإنشاء أو في طول التمرين يعني فالشغلة مش راح تكون بالسهولة اللي إحنا متخيلينها كل بداية أكيد صعبة لكن إن شاء الله إحنا بنطمح إنه إحنا نشارك في المحافل الدولية ونكون قادرين على تمثيل فلسطين في المحافل الدولية إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر